الاسحوح الاول الفقرة الثالثة يسوع الذي قد حبل به من الروح الكدس متى الاسحوح الاول الاية الثامنة عشر الى الخامسة والعشرون اما ولادة يسوع المسيح فكانت هجزة لما كانت مريم امه مخطوبة ليوسف قبل ان يجتمع وجدت حبلها من الروح الكدس فيوسف رجلها اسكان برا ولم يشئ ان يشهرها اراد تخلياتها سرا ولكن فيما هو متفكر في الامور ازماليك الرب ظهر له في حلمه قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك لان الذي حبل به فيها هو من الروح الكدس فسالت تسالت ابن وتدعى اسمه يسوع لانه يخلل شعبه من خطيهم وهذا كله كان لكي يتم ما يكون من الرب بالنبي القائل هو زل عزراء تحبل وتلد ابن وتدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنى فلما استعيقظ يوسف من النوم فعل كما امره مليك الرب واخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعى اسمه يسوع متى الاسحوح الاول وصف دولادة يسوع بالتفصيل بواسطة المنطق الانساني عزراء التي ما سبق ان تزوجت برجل عندها طفل لا يمكن ان يكون محتملا الحمد يكون ان يكون محتمل عندما يكون هناك علاقة جنسية بين رجل وامرأة اذا خلال تاريخ كل العصور هذا النوع من الولادة الرائعة فقط تمت مشاهدته في الاسطورة على اي حال هذا كان ممكن مع الله نحن يمكن ان نفهم هذا اذن متحن بشكل حذر لماذا ولد يسوع السبب ان يسوع المسيح الذي هو الله في جوهره كان مولودا في شكل انساني خلال مريم العزراء وهو لكي يخلص شعبه من اساميهم وبكلمات اخرى ليخلص المزنبين من اسامهم هو نفسه كان يجب ان يجيء وكان منكز ليخلص المزنبين البار كان يجب ان يصبح كفار لاسامنا يحن الاولى الاسحاح الثاني الاية الثانية وهو كان يسوع المسيح الذي كان الله نفسه كون ان العزراء التي هي وعدت لتتزوج يكون يكون عندها طفل قبل الزواج هو فعل يستحق انتقاد المجتمع كصدق غير قانوني حيث يمكن ان يكون حتى خطيئة التي تستحق عقوبة الموت بين اليهود في ذلك الوقت نيموس اسرائيل امر ان اي واحد الذي يزنه يرجم تبقى لدرس الكتاب المقدس اليهم باعلى مريم ويوسف قد وعد لان تزوجه ويوسف ومريم كلا هما يخاف الله جزا خلال الحادثة الرائعة هم قد جربوا تعلموا ان يتبعوا خطة الله بالايمان الذي يخاف الله يسجل كتاب المقدس بشكل محدد هذا الحدث التاريخي في اشعياء الاسحاح السابع الاية الرابعة عشر ولكن يعطيكم السيد نفسه آية العزراء تحبل وتلد ابن وتدهى اسمه عمي نوئيل ومرة ثانية في اشعياء الاسحاح التاسع الآية السابع سيقول لانه يولد لنا ولد ونعطي ابن وتكون الرئاسة على كتفيه ويدعي اسمه عجيبا مشيرا اله قديرا ابن ابديا ورئيس السلام ايضا ميخا الاسحاح الخامس الآية الثانية كتب اما انت يا بيت لحم فورتت وانت صغيرة ان تكون بين الوف يهوزة فمن كيخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ايام الازل وهذه الفقرة تتنبأ عن ولادة يسوع بالتأكيد وبشكل مؤكد ان اصفار ميخا واشعياء هي نبوات سجلت بواسطة الانبياء ميخا واشعياء حلت كلمة الله عليهم ومحي لهم بواسطة الروح القدس عرف بواسطة نبوة الله حول ولادة يسوع الذي كان سيصبح مولود بعد 700 سنة بعد ايامهم وسجلوها ايضا هذه الفقرات هناك العديد من الاماكن في الكتاب المقدس تنبأت عن ولادة يسوع بشكل مباشر او بشكل غير مباشر وهذا عجيب حقا ولادة يسوع كانت لغزة مستحيل ما لم تكن قد سممت وتمت بواسطة الله هذا يبرهن ان الله القاب قد خطط على ولادة يسوع الكتاب المقدس مكون من 39 سفرا في العهد القديم و27 سفرا في العهد الجديد وبإجمالي 66 سفرا ان العهد القديم مكون من اصفار النموس واصفار النبوات بينما العهد الجديد يحتوي على الاناجيل والرسائل والرؤية ان العهد القديم كتب بالعبرية في الغالب والارامية والعهد الجديد باليونانية ان قوة العبرية في معناها الضقيق وقوة اليونية الينانية في مفردتها الشاملة الكتاب المقدس سجل فيما يزيده على 1600 سنة خلال بضعة كورون بواسطة 40 شخصا في العديد من الاماكن المختلفة ونتيجة لذلك نقص المصداقية على وحدتي هو في المنظور العام وعلى اي حال هذا ما كان مكتوب بواسطة زكاء اي انسان ولكن بالاحرى كتب وحي من روح القدس اذا كل النبوات عن ولادة يسوع تتزامن مع الاحداث والحقائق التي حدثت تاريخيا تموسيوس الثانية الاسحاح الثالث الاية الخامسة عشر الى السابعة عشر تقول وانك منذ التفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخلاص بالايمان الذي في المسيح يسوع كل الكتاب هو موحي به من الله ونفع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون انسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح هذه الفقرة برهن بوضوح ان الكتاب المقدس اصيل وان مؤلفه هو الله نفسه ونحن يجب ان نعرف ان ليس فقط في اشعياء لكن في كل الستة وستون صفرا للعهد القديم والجديد في الكتاب المقدس هي نبوات والسجليات حول ولادة وعمل يسوع المسيح لوق الاسحاح الرابع والعشرون الى السابع والعشرون يقول ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهم الامور المختصة به في جميع الكتب وآية الرابع والاربعون تقول وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم لانه لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني فينا موسى والانبياء والمزامير اذا ما السبب ان يسوع ولد الذي تنبأ عنه وشاهد له كثيرون خلال الكورون خلال جسد مريم العزراء كانسان في اسم يسوع ينعكس غرض ومعنى ولادتي بوضوح كما نضع معنى في اسم عندما نسمى الاشياء يسوع له هذا المعنى الواحد الذي سيخلص شعبه من اسامهم حقيقة انه قد اعطى هذا الاسم ليسوع من كل الاسماء واشارة اكيدة التي تبين غرض ولادته الله الخالق جاء الى العالم في شكل انسان متواضع يزي يبين نعمته العجيبة جاء يسوع كانسان لانه احبنا كثيرا يحنى الاسحاح الثالث الاية السادسة عشر يقول لانه كذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية ما تغبن به الفقرة هو ان اي واحد يسج بيسوع يمكن ان يدخل السماء لا يوجد احد في هذا العالم يمكن ان يبذل ابنه لاجل مجرم عندما يكون هذا مع البشر الحقيقة بان الخالق كان مولود في جسد انساني للبشر الذي فقط مثل الحشرات يخبرنا كيف ان الله مثلس الاقانيم كله القداسة يحب هذا العالم اذا اذا احد يرفض حبيه اللاشرطي يستحك للدينونة بسبب مثل هذا العناد يحنى الاسحاح السامن الاية الرابعة والعشرون يقول فقلت لكم انكم تموتون في خطيكم لأنكم لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطيكم هنا ماذا تعني الفقرة ان لم تؤمنوا اني انا هو هذه تعني انه اذا انت لا تؤمن ان الله ارسل ابنه الوحيد وفقد ابنه الوحيد وان هذا ابن الوحيد هو يسوع المسيح يسوع جاء الى هذا العالم ليخلص المزنبين من كل اسامهم كما هو قد سجل في متى الإسحاح الأول إن عمل العهد القديم والجديد هو عمل الروح الكدس إن الروح الكدس حقيقي وحي كما هو حقيقي إن يسوع جاء إلى العالم ليحمل آسام العالم صلب على الصليب وقام في اليوم الثالث الروح الكدس هو شخص آخر وروح حقيقي لله الكدس فقط مثل يسوع روح الله ذكرت سابقا أن عمل الكتابة مقدس هو عمل الروح الكدس تكوين الإسحاح الأول الآية الثانية يسجل كانت الأرض خربة وخالية على وجه الغمر ظلمة وأن الروح الله يرف على وجه المياه الروح الله في هذه الفكرة هو الروح الكدس الروح الكدس يوجد حقا كما أن الله القيب ويسوع يوجدان حقا أن الروح الكدس يذكر أيضا في درس الكتاب المقدس الذي نحن قد قرأناه اليوم كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح الكدس هذه الفكرة تخبرنا أن يسوع حمل بوسيلة الروح الكدس في مريم العزرق إذن في الواقع الله الآب يسوع الإبن والروح الكدس هو نفس الله إلهنا ولكن لكي يأتي يسوع إلى هذا العالم كمخلصنا كان هناك تعاون مع الآب والروح الكدس ليمكن يسوع أن يكون المخلص وعلى أي حال بعض الناس يجدون نهيزة صعب أن يؤمنوا به ويطلبوا دليل يودح حيزة قائلين أن نهيزة سخيف جدا أنا يمكن أن أقدم لهؤلاء الناس عمل السلوس بالتفصيل من الكتاب المقدس في أعمال الله الإب يسوع الإبن والروح الكدس كما يوجد حقا يسوع الروح الكدس والله الإب يوجدان حقا الروح الإلهي الروح الكدس هو شخص وعنده شخصين مستقل للخاص كان بواسية عمل الله مصلس الأقانيم الذي ينقذ البشرية ويسوع جاء للعالم خلال مريم إذن نعرف أنه في عمل الخلاص على الآب والابن والروح الكدس عمله سويا ولهذا الأمر يسوع وتلميزه يذهبوا وتلمسوا جميع الأمم وعملوهم باسم الآب والابن والروح الكدس نتل إصحاح الثامن والعشرون الآية التسعة عشر تماما قبل أن يصعد إلى السماء عمل الله الذي خلق الكون وكل العمل الذي الله قد عمله لم يتم بواسية الله وحده نحن خلصنا من أسامنا بواسية الإيمان بما فعله المخلص لنا كما أن يسوع هو حق الروح الكدس هو حق ويكون كأكنوم آخر من الله الكدس كيسوع إذن كل الأعمال في الكون يعمل الله مسلس الأقانيم دعونا نزل إلى يحنى الإصحاح الرابع عشر يحنى الرابع عشر آية الخامسة عشر والعشرون إلى السادسة والعشرون يقول لهذا كلمتكم وأنا عندكم وأما المعزي الروح الكدس الذي سيرسره الآيب بإسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بما قلته لكم الروح الكدس المعزي يعلمنا الحقيقة ويعلمنا حول كل الأشياء مثلما نسر تسر الله الآيب وما هي إرادته الواحد الذي يذكرنا بما الرب قد علمنا هو الروح الكدس لهذا الكتاب المقدس يخبرنا أنه ما أنتم في المسحة التي أخذتموها منه سابتة فيكم ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه يحنى الأولى على صحوح السيني الآية السابعة والعشرون الكتاب المقدس يصف يسوع المسيح بالتفصيل وأيضا أعمال الروح الكدس كل كتب العهد الجديد مثل الأربعة أنجيل الأعمال والرسائل بوليس الرسائل بواسية يعقوب وبترس ويحنى والرؤية هي تعليم يسوع في فترة الأربعة أنجيل الرب نفسه علمنا عندما انتهت فترة الإنجيل يسوع صاد إلى السماء وعد بأنه يرسل الروح الكدس مقدما في يوم الخمسين ومنذ ذلك الحين هو قد كان عصر الروح الكدس هذه هي فترة الروح الكدس هذه الفترة التي أنت وأنا نعيش فيها التي فيها الروح الكدس يعمل هذه الفترة التي أنت وأنا نعيش فيها هي فترة الروح الكدس يحل فينا ويجعلنا ننشر الإنجيل ويساعدنا أن نفهم الحقيقة ويوبخنا على أسامنا إن إنجيل الماء والروح وإنجيل الروح القدس وهذا يعني أن الروح القدس يعمل بإنجيل الماء والروح لماذا الروح القدس يعمل هذا العمل؟ لأن هذه هي فترة الروح القدس يسوع المسيح كان مولودا في هذا العالم وحمل أسامنا بواسطة معموديتي استلم نينون وصعد إلى السماء ويرجع يوما ما حتى عودت يسوع إن الروح القدس هو الله الذي يعمل خلال كلمة الله عندما مريم قبلت رسالة الله عمل الروح القدس ليكون عندها رديو يسوع الروح القدس قدم المقدرة التي مكنت للتفل يسوع ليكون مولودا لأن مريم التي سمعت كريمة الله قبلت رسالة الله وتقول هو زأن أمة الرب ليكون لك قولك في حد ذاته الروح القدس يعمل خلال نبوات متى الإطاحة الأول الآية الثانية والعشرون إلى الثالثة والعشرون قال وهذا كلي كان لك يتم ما يقول من الرب بالنبي القائل هو هذا العزراء تحبل وتلت ابنا ويدعون اسمه عمانويل الذي تفسيره الله معنا نحن يجب أن نعرف بأن الروح القدس يعمل لأولئك الذين يسكون بالكلم المكتوبة لله في لوك الكتاب المقدس يخبرنا أن الملك نبرايل الذي ظهر إلى أليسة باط يظهر أيضا إلى مريم ويخبرها مبارك أنت في النساء الابن الذي تلدينا سيكون عظيما العظيم المقصود به المخلص ثم خافت مريم وسألته كيف يكون هذا وأنا لم أعرف رجلا إبرايل أخبرها أن أليسابات قريبتك قد حملت وإذن بابني أيضا في شيخ وخطة وهذا الآن الشهر السادس المدعوة عقيرا ثم قبلت مريم كلمة الله التي قالها الملك وقالت هو إذا أنا أمت الرب ليقول لها قولك ثم غضرها الملك وبعد ذلك يسوع كان مولودا منها وهذا مثال جيد لكيف يعمل الروح القدس في هذا العصر الروح القدس ما زال يعمل في العالم ضمن كلبنا كيف يعمل الروح القدس عندما نصد بالكلمة المكتوبة لله الروح القدس يعمل خلال كلمة الله عندما ننشر الإنجيل لأولئك الذين قبلوا يسوع إنه الروح القدس الذي يعمل فيهم عندما أنت وأنا ننشر الإنجيل الروح القدس يعمل فينا وينشر الإنجيل ويساعدهم أن يفهموا الإنجيل الله خطط لخلاصنا في يسوع المسيح قبل الخليقة ويسوع المسيح الابن جاء الى العالم وتمم خلاصنا خلال ماء المعمودية والدم والروح الكدس يؤكد الفداء الذي نرنى بما خططه لنا الله الاب الروح الكدس كان مساعد يساعدنا ان يكون عندنا الايمان القوي قائلا ان تتؤمن بشكل صحيح وتعتقد بما هو صحيح في حد ذاته الروح الكدس هو المساعد والمعلم الى كل شخص منا لان فترة الروح الكدس هذه هي فترة العهد الجديد وفترة العهد الجديد هي فترة الروح الكدس اذا نحن يجب ان نعرف اننا نعيش في فترة الروح الكدس انه حقيقي ان مريم حملت طفل بواسطة الروح الكدس عندما قبلت كلمة الله التي قدمها بواسطة عمل الروح الكدس عملت بواسطة الروح الكدس ويعني انه خلاصنا نحن كان من الله انه ليس معمول بواسطة مؤسس عظيم لدين لكنه بواسطة الله الاب والابن والروح الكدس ليجعلنا ابنائه هكذا نحن قد خلصنا من اسامينة واستلمنا مخفرة الخطيئة لان هذه هي الحقيقة باننا نحن قد خلصنا بواسطة عمل الروح الكدس وبشكل معام نعرف يسوع جيدا لكن نحن لا نعرف كثيرا حول الروح الكدس في الواقع الواحد الذي يحل فينا هو الروح الكدس كما يقول ان يسوع في الروح الكدس في يسوع الابن الذي هو في الايب والايب في الابن يسوع طهر اسامينة قبل سعوده الى السماء والان انه الروح الكدس الذي يعيش فينا باماننا اذا نحن نحن يجب ان نعرف ان الروح الكدس حسنا جدا اذا انت وانا نجعل الروح الكدس الذي يعيش فينا غير راضي فان الله يستيقع عندما ن Hankle نرجو الروح الكدس الذي يعيش فينا كما نتبه اوامره هل تفهم هذا؟ نعم إن السبب الذي تفهم أنك تفهم هذا هو لأنك قد استلمت مغفرة الخطيئة والآن الروح القدس يسكن فيك أولئك الذين لم يخلصوا وهكذا ما عندهم الروح القدس في قلوبهم لا يمكن أن يفهموا كلمة الله ويقولوا أنها غير منطقية وأنك لا شيء أكثر منطقية من الكتاب المقدس الذي كتب كما هو قد ألهم بواسطة الروح القدس المقدمة والموضوع والخاتمة واضحة في الكتاب المقدس وعلى أي حال أولئك الذين ليسوا لحد الآن مولودين ثانيا لا يمكن أن يرهو أصالة الكتاب المقدس لذا يسوع يعتبرهم كعميان قائلا هل يمكن لأعمى أن يقود أعمى ألا يسكت كلاهما في حفرة لقى الإصحاح السادس الأية التاسعة والثلاثون مرة قابلت قص قال هذا قص يوما ما ليه إذن أنت يمكن أن توضح لي بمنطق إنساني كيف يسوع كان مولودا من جسد عزرق إذن أنا سأصل بكلمة الله كما هي كما أن العديد من علماء الدين اللي عندهم هذا النوع من الإيمان كذلك هذا القص أنا قد أفزعته بوسية قوله أنه سيصق بيسوع إذن أنا يمكن أن أوضح له كيف أن عزرق لا تعرف رجل يمكن أن يكون عنده طفل لذا سألته هل أنت قص نعم أنا قص وأنا أيضا مدير لمنظمة طلاب مسيحية في الجامعة مدير ما دور المدير الدور أن يساعد الطلاب أن يفهموا المسيحية لذا هم يمكن أن يأخذوا الإيمان كالمدير أنت لا تصق بولادة يسوع هل لا تؤمن أن يسوع قد حمل بيه الروح القدس في مريم العزرق وولد هزا العالم وخلصنا من أسامنا لا أنا لا أؤمن إذن أولا أنت هيب أن تكون خجرا من نفسك ثانيا أنت لا يمكن أن تدعو نفسك قص الذي هو روعي خنم أنت بشكل مجرد قص محترف الذي ببساطة يعمل ليكسب حياته قال أن الدجاجة يمكن أن تعطي بقدم بغير مخصب لكن تفري بدون معرفة رجل أمر مستحيل قلت لهزا أقول لك لا يجب أن تكون قصة أصيلة لكن فقط تعمل لتكسب قوتك كيف تقود الطلاب إلى يسوع عندما أنتك حتى لا تفهم هزا أو يحتمل أن يكون لك الإيمان في هزا أنت يجب أن تترك منظمة الطلاب المسيحية التي أنت تقودها أنك لا تفهم أنت لا تقودهم أن يسوع أن تتخرب أرواحهم كان مفجعا أن أحد الذي يدعو نفسه قص لا يفهم أولادة يسوع بواسطة الروح القدس لأخبرك الحقيقة إذا الروح القدس لا يعيش فيكم إنه مستحيل أن يفتح فهموا أولادة يسوع كما هي مكتوبة في الكتاب المقدس كيف تفهم أولادة يسوع هناك مثل هذا الشيء الذي يدعو التركيح الصناعي في هذه الأيام حتى أن هذا يتطلب حيوان منوي وبوايدة الحمل إذن كيف هو يمكن أن يكون محتمل أن يولد فقط من واحد منهم وعلى أي حال ولادة يسوع كانت محتملة لأنها كانت عمل الله الحدث أن الطفل يسوع سيكون مولود خلال مريم العزراء بواسطة عمل الروح القدس قد تنبأ منذ سبعمة سنة قبل ولادتي لم يكن هناك فقرة في إشعياء هو زل عزراء تحبل وثلت ابن نويدها اسمها أمي نويل وعندما الله يريد أن يعرفنا خطته المتعجبة يكشفها غالبا خلال حدث خصوصي الذي ليس ممكن بواسطة قوة إنسانية هناك كان وقتا الذي إسرائيل قد هزم بواسطة الأعداء وكل الناس في إسرائيل قد أخذ كأسرة وكان من المحال أن يعود هذا البلد من الأعداء أو على أي حال الله وعد بأن هذا البلد سيعود في سبعون سنة لأحد يؤمن بهذا ولكن المعجزة حدثت بأيد الله وعلى نفس النمط المعجزة المتعجبة خلال النبي إشعياء هو زل عزراء تحبل وثلت ابن نويدها اسمها أمي نويل حدثت حقا أنه مستحيل بواسطة المنطق الإنساني ولكن الله وعد بأنه يعمل خلال هذه المعجزة وهو حقا عمل كيف عمل الله بقواته لائلة ليخلصك ويخلصني كما أرسل أنبيائه ليتنبأه وهو ما يزال يرسل ملائكة خادمة لتسلم رسائله بواسطة أعمال الله مسلس الأقانيم الله الآب يسوع الابن والروح الكدس نحن نخلص وهكذا حتى الآن الله يرسل الروح الكدس إلى أي واحد الذي يقبل كلمته ويجعله من أبناء الله عندما نحن نخلص هننخلص أو ننال الروح الكدس لأن أحد ما صاحا من هذه النار أو من هذه الروح الكدس لأن الروح الكدس يعمل دائما خلال الكلمة المكتوبة سواء نقرأ الكلمة بأنفسنا أو أحد يبشرها إلينا أنت وأنا استرمنا الخلص المتعجب حقا خلال عمل الروح الكدس هنا أن مريم العزروق حملت بالتفل يسوع بواسطة إيمانها في الكلمة هو أنك أنت ستخلص بواسطة الإيمان بإنجيل الماء والروح وبالتالي يأتي يسوع ليسكن داخلكم بالروح الكدس وهو نفس المبدأ إذن نصك بكلمة الله أنت ستسلم مخفية خطياتك وبعد ذلك تصبح ابن الله يسوع المسيح هو ابن الله الذي جاء بواسطة الروح الكدس يسوع وابن الله كان بدون خطيئة يعمل فينا بنفس الطريقة التي كتب بها درس الكتاب المقدس كما أن مريم قبلت الرسالة من الملك الكلمة أصبحت جسدا ووليدة قطف يسوع وهكذا تعمل الكلمة كما أن يكون عمل الروح الكدس أحد لربما يتخيل أن الروح الكدس ظهر إلى مريم وأغبرها أنا سأعمل خلالك من الإن فصاعدا وعمل كبعد السحر هذا ليس ما حدث هذا ليس كيف الله عمل عندما الله يرسل كلمته استقبل كلمة الله الروح الكدس يعمل فينا سويا بكلمة الله ونتيجة لذلك الكلمة تنجز فينا كيف نؤمن نفس المبدأ يقدم إلى ولادة يسوع ولولادتنا الثانية هذا كيف حدث عندما نلت مخفرة خطيئتك ذلك كيف عمل عندما أنا كنت مولودا ثانيا هذا كيف عمل يسوع وعمل الروح الكدس هل هزا لا يتعجب منه؟ مريم قبلت كلمات الله وولدت الطفل يسوع ماذا حدث عندما أنت وأنا قابلنا كلمة الخلاص خلال معمودية يسوع ودم الصديب هل نفو سنة لم تولد ثانيا كأبرور أم ليه؟ لقد ولدت ثانيا هل هناك الروح الكدس في يسوع أم ليه؟ هناك كان الروح الكدس كان في يسوع منذ ولادته هل هناك الروح الكدس فينا نحن المولود ثانيا بوسيطة الماء والروح؟ نعم ونيه كان إنها نفس المعجزة إنها نفس الكلمة هل تفهم كلمة أن يسوع كان مولود بوسيطة عمل الروح الكدس؟ نعم إنه نفس العمل إنه عجيب إذن عندما ننان مخفرة أسامنا بوسيطة قبول يسوع إنه ليس النهية الروح الكدس الذي يعيش في الحقيقة فينا يعلمنا ويرشدنا كمعلم إذن إنه الروح الكدس فينا الذي هو يحكمنا ويعلمنا ويوجهنا إذن نحن ليس وحيدون الله الروح الكدس دائما معنا أنت مع الله على نفس النمط والروح الكدس يساعدنا في ضعفنا عندما نحن في المشكلة أو المصاعب إذن نحن لنعرف ما أن نعمل إنه الروح الكدس الذي يعلمنا ما هو الطريق هو يذكرنا بكلمة الله ويريحنا عندما نحن في الحزن يحمل قلوبنا ويعزينا أنت وأنا استلمنا الخلاصة المتعجب ذاته الخلاصة الذي ننيه أنت وأنا وهو عجيبه حقا لماذا الله خلق العالم خلق العالم لكي الناس مثلك ومثلي ولأك الذين قد استلموا مخفرة الخطير يمكن أن يكونوا ربي هذا المكان لهذا خلاصنا قد خطت له قبل الخليقة هو كان قد خطت منذ الأبد منذ عهد بعيد أنك أنت وأنا ستخلص من أسامنا اليوم تبقى لخطت الله والتدبير قبل الخليقة لهذا عيد ميلاد عجيب وله معنى عظيم عندما وليد الطفل يسوع بعدما حمل به بوسائة الروح الكدس عندما مريم حملت بالطفل يسوع بوسائة قبلها كلمات الله ولد الطفل يسوع في الشهر العشر عمل العالم على ما خلاصنا لهذا نتذكر ونحتفل بعيد الميلاد ونغني بهجة إلى العالم الرب جاء عندما الرب كان مولودا من مريم العزراء بعد كبور رسالة الله نغني بهجة إلى العالم الرب جاء في اليوم عندما الرب كان مولودا خلال مريم العزراء التي قبلت كلمات الله التي قد أرسلت إليها من الله نحن نحيا يوم هذا العمل المتعجب بأكثر دقة اليوم الذي ولد فيه يسوع ما كان باردا حتى يصبح الماء مجمدا لكنه كان يوم من دافئ الذي فيه الرعاة كانوا في الخارج مع الغنم وبدلا من وضع أهمية على التاريخ المضبوط نحن قد عينا يوم الذي يحتفل فيه العالم الكامل باليوم الذي فتح باب الخلاص بعدما يحمل بالروح القدس وأن تذكر الخلاص الذي نرناه في قلوبنا ما مهم ليس اليوم نفسه لكن بالأحرى حقيقة أن يسوع جاء إلى هذا العالم وأن مريم قبلت كلمات الله لكي تضع الطفل يسوع نتأمل في الخلاص المتعجب ثانيا لعندما نحتفل بهذا اليوم نحن يجب أن نربط أنفسنا ثانيا لنكون أولئك الذين لهم رجاء الروح القدس كما نتذكر الخلاص الذي نرناه وسيتعمل الروح القدس وأنه هو يعيش فينا زملاء المسيحيين نحن الناس الذين هم مباركين حقا بالبركات المتعجبة مريم قد اعتبرت موهوبة لكن أنت وأنا موهوبون هل هذا صدق نعم إذا الميلاد هو اليوم الذي تصنع فيه المدينة بالحمار تصبح فيه المدينة بالحمار مع أخلائنا خيولات وعائلات هو هذا دليل صامد ليل مقدس الذي نصرفه في عمل أعمال مستقيمة كما نتذكر ونحي أن الرب جاء ليخلصنا إنه اليوم للأعمال بأبرار أن أغبرك مقدما أغبرك هذا خارج الخوف أن هناك أي واحد هذا الذي يسيء فهم معنى عيد الميلاد ويشعر بالأسف على نفسه لأنه ليس خارجا مع المحتفلين أقول هذا في خوف بأن هناك يحتمل أن يكون أحد يعتقد لماذا لا أخرج الأشرب مثل بقية العالم لكي يصرفه هكذا بشكل صامت ويشعر مزبزم بواسطة إحساس الوضاع الطريق الأفضل لأن نصرف عيد الميلاد هو أن نتصرفه بشكل صامت نتأمل معنا اليوم أو بواسطة عمل بعض الأعمال الأبرار أحسكم أيضا أن تنظروا حولكم لتروا سواء هناك أي واحد في حزن أو ألم خلال عيد الميلاد لهذا العام عيد الميلاد هو العطلة التي يحتفظ بها العالم نحن يجب أن نتذكر ونؤمن أنه يمكن أن يكون عطلة حزينة لبعض الناس لكي أنت يمكن أن تجعل عيد الميلاد لهذا اليوم هو عيد الميلاد الذي يستفيد منه الآخرون وعيد الميلاد هو يوم بهيج ويوم شكر أما بالنسبة لي أتمنى أن ننشر كتبنا الإنجلية بشكل سريع لكي أنا يمكن أن أقدمها في عيد الميلاد وأسمع بأن الكتاب الأول سيبعثه إلى أمريكا غدا وأنا أرغب أن الكتاب يمكن أن يودع على شركة الأمازون لبيع الكتب قريبا لكي أناس أكثر يمكن أن يكرؤوها السنة القادمة كما هناك كتب ستنشر في الصينية أتمنى لها النشر قريبا هم يمكن أن يوزعوا في هونج كونج والصين السنة القادمة كما أن مريم حملت الطفل يسوع بواسطة قبولها كلمة الله وأرغب أن الصين يمكن أن تقبل يسوع وتنال مخفرة الخطية أيضا أليس هذا أملك أيضا نعم أتمنى لك عيد ميلاد زو مغزة وعيد ميلاد مريح مع الأبرار الآخرين نشكر الله لخلصنا وحماياته لنا ونرى العديد من الحوادث خلال كل موسم لعيد الميلاد ونحن نشكر الله لحماياته أن من هذه الحوادث هناك العديد من حوادث المرور من الخمر وأيضا جرائم بواسطة الناس لأجل المال ويحققوا ميزانياتهم للسرور نحن مجب أن نكون حاضرين خلال استراحة عيد الميلاد أتمنى أن تصلي بشكل ثابت لحماياته لانتشار الإنجيل لملكوته لإماءة لأمان كنستي وأمان الخدام الزملاء المسيحيين في الله ولخلص العديد من الأرواح